أشهد أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد بالإضافة إلى النائبين ضياء الدين داود ومحمد عبدالعزيز بمنتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطية معتبرين ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان